السلام عليكم ومرحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناة مطبخ دارين اتمنى كلكم تكونوا باخر والاخير وانتم تشاهدوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله حضرت معاكم سويس رول او كيكر وليب كريمة بنينة والديدة ناجح من الاول جريبة بجنواز ناجحة وبسيطة وبسرعة توجد بقوا معي تشوفوا الفيديو تالاخر باش تشوفوا المقادير وطريقة تحضير وفرجة ممتعة فعلى بركة الله هنا سنأخذ 1-4 البيضات الحجم دياله متوسط اضعي هنا كما أخذتكم خمسة البيضات 1 سكر سانيدا 1 سكر سكر فانيلا ونضغر كل ما يا خلاص حسب الحجم البيض ي vont في الحرارة الغربة فهي بلج بارد ونمتلك بذلك ونمتلك البيض سخن ونقوم بالإذاً سوف نضيف 1 جوج معلق كبارين زيت المائدة لنضيف الجنواز نشفاء من الداخل قبيصة صغيرة الملحة تصحيح الضوغ 1 جوج معلق الماء يكون دافئ سوف نضيف 1 شبكة سوف نغرب الجوج معلق كبارين الكاكا والمور 1 جوج كيسان الطحين بالنسبة للقياس فهو العبار الكأس الشاي المغربي او لكأس العنبال قياسه 160 مل سوف نغرب كل شي مزيان سوف نضيف الكاس الثاني سوف نضيف الجوج أكياس الخميرات الحلويات سوف نضيف كل شي مزيان سوف نضيف الكاس الثاني سوف نضيف الكاس الثاني كيسم الشاي الفرن وكرة طحين كذلك أجل الملحة سوف نضيف الكاس الثاني سوف نضيف الكس الثاني سوف نضيف الكسك الثاني صغير على 180 درجة شعلت عليهم من فوق ومن لتحت هنا يجب التلاطة التي تدخل الفران تدخل فيها بابي كويس أو لكا غيرت الخاص بالفرن وسنوزع مزيان هذه الجنواز كاملة على المول كامل أو لعلى الطبصل الفران كامل فبالنسبة لهذه الكيك هذه تحضرها بسرعة توجد وأهم شيء تأتي بنينا لا تأخذ الوقت اقتصادية ثم ننزع مزيان نحاول اني نضيق تلك الطبصل مزيان أو لديك تساوية ندخلها نشعل عليها فقط من التحت وهنا كما تلاحظون اني طلعتها إطاج وحدا خرق يعني على إطاج تاني كتحاولوا انكم تعليوها شوية باش كتبلكم الجنواز على خطرها خليت المدة العشرة ديالبقايق وشعلت عليها على 180 درجة غير من التحت وضفيت الفوق هنا مباشرة بعد ما كنخرجوها من الفران كنحاولو اننا نلويها وهي مازالة سخونة ضروري هاد المرحلة هادي وهي مازالة سخونة باش كتشد لا فورم ديالبقايق من البعد غادي نلويها بسلوفان وغادي ندخلها تبرد في التلاجة وندوزو باش نحضروا الكريمة فبنسبة للكريمة راني درت كاس أونس ديال الكريمة السائلة درت معها معلقة كبيرة ديالكاكاو المر وجوج معلقة كبار ديالس كارسانيدا وخليت الطربات مزيان هنا يوم بعد ما بردت لي الجنواز سوف نتلقى على تشكل هادا غادي نسقيها شوية بالماوس سكر ومن البعد غادي ندهن دك الوجه ديال الكريمة ديال الكيك كامل بالكريمة كيما أخذ لكم كاسونس ديال الكريمة السائلة تربته مزيان مع معلقة ديالكاكاو المر وجوج معلقة ديالس كارسانيدا ودائما سكرتين نيدا يبقى على حسب الضوقة ديالكا إلا ما كانت عندكم الكريمة السائلة ممكن أنكم تعودوها بلا موس ديال الشوكولات أو لا تديروا علبة ديالك خيم شونتية مع ربع كاس ديال الحليب ومعها مع القاد الكاكاو انتما على حسب اللي متوفر عندكم كنحاول أنني نبهن مزيان داك الكريمة في الوجه ديال الكيك كامل ونبدأ ندور كما هو موضح في الفيديو كتحاول أنكم تزيروا يديكم شوية باش كيجيكم الرولو ديالكم من الداخل ملوي مزيان ما كيجيكمش فيه فاراغات وهنايا الكيك الرولي ديالنا كيكون واجد هنايا دخلتوا برد في تلاجات قربة واحد العشرة ديالتقايق شدراسوا فالكريمة ما كتتعدبوش معها ما كتتسيحلكمش كتجيكم ساهلة في الخدمة ماشي بحث في الصيف ضغير الكريمة كتبدأ ثابت هنايا كندهن الوجه ديال الكيك مزيان والجناب بالكريمة اللي شاطلي تكتغطي ومزيان الكيك كامل انا حاولت نبسيط لكم هاد الكيك هادا قدر الامكان باش يعني اكا تحضروه في الراس العام لوليدات ديالكم او اللاف القوتي ايضا للوليدات ديالكم بسرعة كيوجد ما يحتش يعني ان انا نشريوه تصوبوه غير في الدار اللوليدات ديالكم بسيط وسهل مكونات دياله وبسيطة اقتصادية هنايا كنحاول انني نتراسيها كمزيان للكيك ديالي او للكريمة ديالي من الجناب كاملين مالبعد جوية جوية ديال غلاساش ديال الشوكولات دوب شوية ديال الشوكولات مع شوية ديال الكريمة السائلة وكننزعوه مزيان فوق الوجه ديال الكيك كامل مالبعد كنخلي داك 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 الشوكولات او لداك القلاساش كله كيقطر مزيان كندخلها التلاجة واحد نص ساعة باش كتشد لي راسا مزيان مالبعد درت فوق منها كخوطط عشوية ايام الفوق انا هنا ارا شاركت معاكم تلاسة ديال الكيكات فهدل باش ميجيكمش الفيديو طويل هنا ارا شاركت معاكم الفيديو اللول هو ديال كيك رولي بالشوكولات ضروري تجربوه تخلي بليه في التعليقات كيف هجاكم جابنين والديد واهم حاجة دا الشكل دياله جد راقي خليتكم على خير والى وصفة اخرى ان شاء الله اشتركوا في القناة